موسيقى اسمي عبدالحكم الملقب بحكوم على البلايستيشن حالياً عندي 77 ألف تروفي ومن هال 77 ألف تروفي عندي 1970 بلاتينيوم يعني أنا مخلص 1970 لعبة على البلايستيشن موسيقى بديت مشواري في 2008 على منصة البلايستيشن 3 وحاصل على ثلاث موسوعات جنس على منصة البلايستيشن منها جنس على أعلى عدد البلايستيشن وأكثر عدد تروفيز وأكثر عدد نقاط النقاط هو اللي يحدد المركز على البلايستيشن وأنا المركز الأول طبعاً وأنا حالياً قدمت على أربع فئات جنس وإن شاء الله إذا قبلوني راح أدخل جنس سبع مرات على منصة البلايستيشن طبعاً يعني لأن واحد يدخل في الجايمينج وهو صغير دايماً الأهل دايماً يقول لنا أن يبتعد عن هالشي معروفة يعني الحاجة الأم والأبو دايماً يعني ما يحبون أن الولد يلعب ألعاب ويشغل بالألعاب بس أن يعني الواحد لازم يتقبل هالشي يعني أنا واصلت من هالشي حتى لأن عائلتي ما كانوا يحبون هالشي بس شوي شوي يعني تقد قول يعني تأقلموا على الموضوع وحين صاروا عادي بالموضوع يعني من زمانة قاعدة يسوي هالحاجة بدايتي كانت على البلايستيشن 3 أول ما شاريت البلايستيشن 3 كنت ألعب على الجهاز البلايستيشن 3 وبعدين سوني قررت تنزل باتش التروفي باتش سنة 2008 جولاي فأول ما نزلت الباتش ولعبت لعبة سوبر ستاردست وأنشارتد كنت أشوف أشياء تطلع على الشاشة نفس التروفي وعجبني هالشي يعني كان الصوت يطلع من التروفي ولأن الواحد يخلص التروفي زمان اللعبة كلها يطلع للبلاتينيم يعني فهاي كان نفس ريورد أن اللاعب خلص اللعبة 100% ويطلع للبلاتينيم ويثبت أنه خلص اللعبة فعجبتني السالفة وأنا أحب الكمبتشن هو أول تروفي حصلت عليه لنسوني نزلت الباتش في لعبة اسمها سوبر ستاردست لعبة كانت على البي اسن ستور يعني ما كانت سيدي وما كان فيها بلاتينيم اللعبة بس كذا تروفي وهي هو أول تروفي طلعته في لعبة اسمها سوبر ستاردست في جولاي 2008 أول ما سوني نزلت التروفي باتش فلين البلايستيشن نزلوا التروفي آه وأنا كنت أطلع التروفي زياني وبعدين دخلت على المواقع كان فيه ليدربورد يحطون الستاتيستيكس من التروفي هونترز على المواقع فكنت أشوف اسمي في التوب تن هناك وقلت ليش ما أوصل الأول يعني مو بشي صعب بالنسبة لي فحاولت وحاولت ولين وصلت إلى عدد تقريبا 65 بلاتينيم وصلت إلى المركز الأول أتوقع كان في 2009 لأنه وصلت إلى المركز الأول وبعدين قاعدت أسوي فيديوات وكنت أحط في اليوتيوب كل شغلي وكنت الفان بيس مالي كان يكبر من هالناحية والناس كان يعجبهم شغلي يعني وكنت أواصل على هالشي وأنا أحب الكمبيتشن مثل ما أذكرت وواصلت يعني تقريبا من 2008 إلى 2019 11 سنة يعني 11 سنة وأنا ألعب وأطلع في هالتروفيز وأنا أحب هالشي الصراحة أنا في نفس الوقت هام قاعد ألعب اللعبة وفي نفس الوقت أختم اللعبة وأخلصها وأطلع أسويها يعني I completed 100% أول لعبة أونلاين صراحة اللي استمتعت فيها وجربتها كانت لعبة الريزستنس ولعبة كيلزون طبعا أكيد ألعاب الأونلاين تختبر الشخص يعني وقدراته لأنه لنت لعب سنجل بلاير تلعب ضد أرتفشل انتليجنس في النهاية أرتفشل انتليجنس يعني ما يقدر يخدعك طريقة الإنسان اللي يخدعك لنت لعب خصوصا في ألعاب الشوتينج والفايتينج والكرة لأن تلعب أونلاين ضد ناس أكيد 100% راح تعرف انت مستواك شنو بالعالم بيكون لأن تلعب أونلاين لأنه فيها كاتيجوريز وفئات ويكون واحد حدا متوحش مثلا في لعبة الأونلاين وتشوف روحك ما ديك تسوي له ولاش يعني تلعب مثلا شوتينج تشوف يتيك رصاصة وتموت من وين المسافة ومن وراكيك ففي خدع كثيرة في الأونلاين وراح تنافس ناس حقيقيين يعني مو كمبيوتر تلعبويا في النهاية فأكيد من نصة الأونلاين تختبر الشخص 100% على قدراته في لعب الألعاب طبعا أنا انضميت حق البلاي ستشين بلس سبورت حق البلاي ستشين بلس أسوي سبورت أدعم الشركة اللي أنا أحبها انضميت على البلاي ستشين بلس بالإضافة لهاي طبعا البونس اللي يعطونها البلاي ستشين بلس الألعاب المجانية والدسكون والفيجرز الثاني اللي يعطونها هاي سبب خلاني بعد يعني يكون أقوى ان انضم حق البلاي ستشين بلس طبعا استفيد من الكلاو ستوروج حق التروفيز بشكل كبير يعني لأن اوقات في مثلا يقول لك في لعبة يابيك تطلع اندين او اندين بي فلين توصل لنهاية اللعبة تبي مثلا تسوي باكب السيف مالك حق تستفيد من ها الناحية عشان ما تعيد اللعبة كالها من أول عشر ساعات فتسوي باكب السيف عند الرئيس الأخير مثلا اتخلص اللعبة اندين اي ترجع تسوي ابلود دونلود غازيل سيف اللعبة في البي اس بلس وتواصل من نفس المنطقة وتطلع اندين بي هلون توفرت على نفسك عشر ساعات لعب يعني الجايمينغ فعصرنا الحالي مو بس هواية تعتبر وظيفة في وايد ناس يعني يلعبون ويسوون ستريمينغ ويرفعون فيديوهاتهم على اليوتيوب وماخذين الموضوع يعني مو بس هواية كوظيفة وفي دخل على السالفة ويعيشون من هالشي وفي ناس مو بس يدخلون الالاف يدخلون ملايين من الجايمينغ فهاي شي وايد ضروري الواحد لازم يعني اللي ينشوف ولده مثلا متأقلم بالجايمينغ وناجح يفتح لقناة باليوتيوب يلعبوا اياه بعدنا الحين لو تلاحظون باليوتيوب في اطفال صغار يعني اطفال ما تتجوز عمارهم العشر سنوات يلعبون ألعاب بسيطة ويدخلون الالاف طفل يعني ما حتى خلص مدرسة يدخل الالاف من الحين قال يلعب على البلايستيشن ويدخل الالاف فأنصح يعني ان الواحد يستفيد من هالمنصة منصة الالعاب ويحاول يطور من نفسه ويحاول حتى يترزق من وراه يعني شي حلو رسالتي طبعا كجيمرز وحق اللي تشوفون البرنامج انه دايما اللي بتلعبون اي لعبة تبونها اللعبوها لا تسمعون مثلا من ناس غير ان هاللعبة زينة ولا مو زينة انتو جربوا اللعبة بنفسكم شوفوها حللوها وقارنوها بنفسكم وطبعا اللعبو اي لعبة تبونها مثلا تبيصر تروفي هونتر اذا واحد يقولك ليش تلعب على لعاب سهلة لعب على لعاب صعبة ما فيها متعة ما فيها شي لا انت تتبع نفسك انت تبي تطلع بلاتينم اشتر اللعب السهلة ولعبها انت مستانس انت تتحكم بنفسك 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 لا تخلي الغير يتحكم عليك يعني وفي النهاية يعني انجوي انجوي your life يعني انجوي what you're doing استمتع بحياتك لا تخلي احد ثاني يعني يتدخل عليك موسيقى 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 شكرا